اشتركوا في القناة في السطر الثاني كتبت وكتبت قدامها الأرقام وظهرت قدامي بالشكل ده لكن أحيانا بيحصل خطأ أن أكتب باللغة العربية وتكون الأرقام باللغة الإنجليزية أو أكتب باللغة الإنجليزية وتكون الأرقام باللغة العربية في الحالة دي بيكون العلاج ازاي؟ بنفتح قيمة File وبنختار أمر Option ولو عندك الأوفيس باللغة العربية يبقى هتفتح قيمة ملف وتختار الضبط أو الإعدادات ومن هنا هختار Advanced هنزل تحت شوية هلاقي هنا من قدام هلاقي مكتوب معناها أن الأرقام العربية مكتوبة أمام الكلمات باللغة العربية والأرقام الإنجليزية مكتوبة أمام الكلمات باللغة الإنجليزية لكن لو أنا عايز أحاول كل الأرقام اللي موجودة في المستند تكون موجودة باللغة العربية هنزل بالسام الصغير دواً وهختار عربك وبعد كده هدوس أوكي هنلاحظ تحول الأرقام بالشكل ده والأرقام دي هي الأرقام اللي بيعتبرها برنامج Word إن هي الأرقام العربية ودايما نحن في تعاملاتنا بناعتبرها إن هي الأرقام الإنجليزية لكن هي حقيقة علمية هي دي الأرقام العربية أو عربية الأصلية إذا حبيت أحاول الأرقام التانية هي أرقام هندية وبنستخدمها كعرب هفتح نفس الاختيار قيمة File وبعدين Option وبعدين Advanced وهنزل تحت خالص على Numberal وبدل عربك هختار هندي ولما هدوس أوكي هتجي للأرقام بالشكل ده ولو عايز أخلي الأرقام تيجي بالشكل ده مع الكتابة العربي وتيجي بالشكل الآخر مع الكتابة الإنجليزي في الحالة دي هفتح قيمة File وهختار Option ومن Advanced هنزل تحت خالص ومن قدام Numberal هختار Context وهدوس أوكي في الحالة دي لو هكتب عربي الأرقام هتيجي بالشكل ده ولو هكتب إنجليزي الأرقام هتيجي بالشكل ده هتلاقي تحت الفيديو رابط صفحة الفيسبوك ياريت تعمل إنا يعجب وكمان هتلاقي رابط تويتر ياريت تعمل إنا متابعة وما تنساش تعمل اشتراك في القناة علشان توصل لك فيديوهاتنا الجديدة